السلام عليكم اذا كنت معمين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض فستان للطفلة سن اربع سنوات يعني هي لبس ممكن يلبس تلس سنين اربع سن خمس سنين نفس المئاسة هنعمله ده يمشي للسنوات دي اه هنعمله خيط قطن اليزا ديفا هو خيط رفيعة او خيط قطن يعني رفيعة زي ما شايف سنكها رفيعة او زي ما شايفين كده انا بالفت نظركوا الرفع للخيط علشان المئاسة اللي احنا هنعمله او عدد السلاسة اللي احنا هنعملها هيختلف لو انت استخدمت خط صوف هوضح لكم دلوقتي يعني ايه هنستخدم اللون الاصفر ده واللون الابيض هدخلهم الاتنين مع بعض ده نفس النوع برضو اليزا ديفا درجة اللون اللي اسمه اسم الخيط درجة القلر بتاعه اتنين واحد ستة اتنين واحد ستة اولون الابيض اديفا برضو هنستخدم اللونين دول في الفت نين هستخدم معاهم ابريتين هستخدم ابريتين دول ابريم اس اتنين وابريم اس ثلاثة وهنا نشوف اسناء الشرح احنا شغالين امتى هستخدم دي امتى هستخدم دي امتى هستخدم دي يبقى ابريم اس اتنين اهي الفريعة او ابريم اس ثلاثة دي الابرة الرفيعة دي تمناسب الخيط اللي احنا اه مستخدمين زي ما شايفين كده طبعا كلنا اه عارفين بس قولنا هنعمل المقاس اللي طفلة اه اربع سنوات علشان نعمل الفستان هنبدأ بطريقة الصدر المربع في الاول هنعمل للصدر اللي هو صدر المربع فان هعمل مية وستة سلسلة لسن اربع ايه سنوات مية وستة سلسلة هنقسمها ازاي اه عندنا اللي هو الظهر ده ستاشر ستاشر والمقابل اللي هو من قدام اتنين وثلاثين والاكمام واحد وعشرين واحد وعشرين يبقى مية وستة سلسلة مقسمينهم ستاشر ستاشر ده الظهر من وراء اه ونقدام اتنين وثلاثين يعني من هنا اتنين وثلاثين ومن هنا اتنين وثلاثين والاكمام واحد وعشرين واحد وعشرين دي التأسيمة بتاعتنا زي ما شفت وانا ما استخدم خيوط قطن رفايعة وهستغنم ابرة مقاس صغير او فانت لو هتستخدم خيوط صوف فكده لو عملت نفس عدد السلاسل ده هيتطلع معاك المقاس كبير اوي عن اربع سنين لان الخيط هيبقى سميك والابرة هتبقى اكبر فالمقاس هيبقى كبير فانت تكتب لي في التعليقات هتستخدمي خيط ايه وهقول لك عدد السلاسل المظبوط ايه ان شاء الله يعني تقولي لي الخيط هتستخدميه والسن البنوت اللي هتعملها الفستان وانا هحدد لك عدد السلاسل لان احنا هنستخدم خيط رفيع وابرة مقاس صغير فهنعمل 106 زلسلة زي ما قلت لك وابا بكرر لو استخدمتي خيط طخين شوية او خيط صوف يعني فهنا المقاس هيتطلع كبير لو انتي عملت نفس عدد السلاسل اللي انا عملاه بسن 4 سنة تمام كده لان سمك الخيط اختلف ومقاس الابرة هيختلف فاكتبي لي زي ما قلنا سن الطفلة او عمر الطفلة ونوع الخيط هتستخدميه بس احنا هنعمل 106 سلسلة مقاسمة 32 32 31 21 21 الاثنين وثلاثين دي 16 16 وبحنا دلوقتي هنبدأ نعمل سلسلة عدد من السلاسل 106 هنبدأ نشتغل بابرة مقاس اتنين الاول يبقى الصدر كله هنعمله بابرة مقاس اتنين هنعمل عقدة البداية كده في الاول وهاشتغل زي ما قلنا كم سلسلة مية وستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ونكملهم مية وستة عملت مية وستة سلسلة ولو بقى استهت رعت معي خمسة واربعين سنطر خمسة واربعين سنطر هحطي ايدي مكان ما خلصت هنا كده وهزود ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة ولفرخيت على الايه بلواجه مكان ما حط ايدي واعمل عمود بلفة واحد ايدي وهاشتغل في السلاسل دي كلها عواميد بلفة بس التقسيمة اللي احنا مقسمينها احنا قلنا الاول احنا قلنا مقسمينها ازاي نشوف كنا مقسمينها ازاي? ستاشر واحد وعشرين اتنين وتلاتين واحد وعشرين ستاشر. انا دلوقتي هعمل ستاشر عمود بلفة. ستاشر عمود بلفة. هبدأ بالستاشر دي الاول. يبقى واحد. اللي ارتفع مش هنحسابه. احنا ارتفعنا ده. واحد اتنين. كده عمود بلفة عادي خالص. تلاتة. اشتغلت ستاشر عمود بلفة زي ما شايفين كده ستاشر عمود بلفة. هعمل سلسلة واحدة. عايزة استعمالي اتنين عادي. او ممكن بقى تحطي مش تعرفي مكان السلسلة. ممكن تحطي علامة الغرز عشان تعرفي آآ هنوسع الصدر في اني مكان. لو انت لسه مبتدأة. والخطة شرقة رفاية عايزة بالشكل ده. فالسلسلة مش هتبقى واضح عليكي فحطي علامة الغرز هنا. كده عمنا ستاشر. هنعمل دلوقتي واحد وعشرين آآ عمود بلفة. واحد وعشرين عمود بلفة. من هنا مش هنسيب سلاسل ولا حاجة. انا عملت بس سلسلة من فوق. ممكن تعملي سلسلتين عشان تبقى واضح عليكي وتحطي علامة الغرز. هنعد بقى واحد اتنين ونكملهم واحد وعشرين عمود بلفة. كده عملنا ستاشر. ستاشر عمود بلفة. وبعدين عملنا سلسلة. وبعدين عملنا واحد وعشرين عمود بلفة. هنعمل برضو آآ سلسلة. وبعدين هنعمل بعد. كده اتنين وتلاتين عمود بلفة. اتنين وتلاتين عمود. اما حاجة ما تنسيش السلسلة. وبعد ما تخلصي مسلا اتنين وتلاتين عمود تبدأي تعدهم تاني تأكدي انك عملت اتنين وتلاتين عمود. عملت ستاشر عدي برضو وتأكد انك عملت ستاشر. دول هنشتغلهم اتنين وتلاتين عمور. اشتغلنا اتنين وتلاتين عمود. بعد كده هعمل سلسلة واعمل واحد وعشرين عمور. سلسلة واعمل واحد وعشرين عمور. لبقى ستاشر واحد وعشرين اتنين وتلاتين واحد وعشرين. وبنقل الارقام دي والرقم اللي بعده او مجموعة الاعمدة واللي بعدها بنعمل سلسلة. كده انا بعمل واحد وعشرين عمود بلفة. عملت واحد وعشرين عمود بلفة. هعمل بقى سلسلة. وبعدين اعمل ستاشر عمود. اخر حاجة زي ما بدأنا. احنا بدأنا في الاول آآ بستاشر وهنيني في الاخر بستاشر عمود. سلسلة نعمل ستاشر عمود بلفة. بس كده خلاص السطر الاول. عملنا ستاشر عمود وسلسلة. وبعدين واحد وعشرين عمود وسلسلة. وبعدين اتنين وتلاتين عمود وسلسلة. وبعدين واحد وعشرين عمود وسلسلة. وبعدين ستاشر آآ عمود. هنيجي بقى السطر اللي بعد كده هنرتفع اتنين سلسلة مجرد ارتفاع بس. آآ نفس المكان هنعمل العمود. وبعدين هنبدأ شغالين فوق كل عمود عمود لحد ما وصل لفراغ السلسلة اللي احنا كنا عاملين. زي ما قلت لغت اللغبات مش تعرف في مكان وحطي علامة غرص في المكان ده. همشي بقى بقى فوق كل عمود عمود لحد ما وصل للفراغ. عمود بلف عيدي. اشتغلت هو فوق كل عمود عمود لحد ما وصلت الفراغ السلسلة. هعمل ايه هنا بقى بفراغ السلسلة? هدخل فيها كده. واعمل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. تلاتة عمود اهو. تعتعمد بلفة في فراغ السلسلة. تنين. كده اتنين اعملنا ايه? اتنين واحد اتنين تلاتة. وعملنا كده تلاتة وبعدين سلسلة وبعدين تلاتة عمود. يبقى الفراغ عملنا تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. لو انت بقى شغلا بخط اطقن شوية او لو اخصه في ابرا اكبر شوية اعملي اتنين عمود سلسلة اتنين عمود. يبقى لو خط رفايع زي اننا شغلا به ده. عملنا في فراغ السلسلة تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. لو انت شغلا بخط اللي هو السوف الضخين. آآ آآ خصوا في يعني مش قطن هتشتغلي اتنين عمود بس السلسلة اتنين عمود. بس. تمام كده? بس. هاجي بقى فوق الاعمالة دي كلها. هشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما وصل برضو الفراغ السلسلة اللي بعد كده. فوق كل عمود عمود. بس اي فراغ السلسلة هيقابلني هعمل فيه نفس الموضوع. كده فوق كل عمود عمود. اشتغلت بعد كده فوق كل عمود عمود لحد ما وصلت الفراغ السلسلة بعد كده. هنعمل فيه ايه بقى? هنعمل فيه تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. وكل فراغ بقى هيقابلني هعمل فيه نفس الحكاية. تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. سلسلة تلاتة عمود. كده تبقى الزاوية هي باينة. خلاص هنعمل ايه بقى? هامشي فوق كل عمود عمود لحد ما وصل لفراغ السلسلة. هعمل فيها تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. وبعدين فوق كل عمود عمود لحد ما وصل لفراغ السلسلة. هعمل فيها تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. وبعدين فوق كل عمود عمود لاخر السطر. يعني هكرر اللي انا بعمله ده. كده خلصت السطر التاني عملنا فوق كل عمود عمود جينا في فراغ سلسلة عملنا تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود وكده بقى فوق كل عمود عمود آآ فراغ سلسلة تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود وهكذا لاخر السطر كل الزاوية اهي الزاوية الاربعة عملنا فيها تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود كده هيبقى الشكل بالشكل ده اهو بيبقى الشكل معنا بالشكل ده. ده اللي هو هيبقى الضهر. اهي. وده الصدر من قدام ودي الاكمان. هنعمل ايه بقى دلوقتي? هنكرر نفس اللي كلنا بنعمله. اللي هو ايه? هنرتفع اتنين سلسلة. ونعمل في نفس المكان عمود. دايما الارتفاع ما بنحسبهوش. علشان آآ بصوا ما يبقاش فيه فراغات كده يبقى وطلع المتساوي. هعمل برضو فوق كل عمود عمود لحد ما وصل لفراغ السلسلة. اهي. فوق كل عمود عمود فوق كل عمود عمود لحد ما وصل لفراغ السلسلة ده. مش احنا كنا بنعمل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. هعمل فوق كل عمود عمود لحد فراغ السلسلة. عملت بالشكل ده فوق كل عمود عمود لحد ما وصلت لفراغ السلسلة اهو. هعمل فيه بازا ما كنا بنعمل هنا تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. سلسلة ثلاثة عمود سلسلة ثلاثة عمود ده في فراغ السلسلة بس وهامشي بقى فوق كل عمود عمود برضو كده السطر ده كله بقى هنعمل ايه هعمل فوق كل عمود عمود وفراغ سلسلة هعمل تلاتة عمود سلسلة ثلاثة عمود فوق كل عمود عمود فراغ سلسلة ثلاثة عمود وهكزا لاخر السطر اشتغلت بالشكل ده عملت خمس سطور عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بنفس الطريقة ايه هي نفس الطريقة اهي اللي احنا كنا بنمشي فوق كل عمود عمود وبنيجي في الزاوية اللي هي فراغ سلسلة نعمل تلاتة عمود سلسلة ثلاثة عمود فوق عمود عمود. في فراغ السلسلة تلاتة عمود. سلسلة تلاتة عمود. وكده. فوق كل عمود عمود. عملت دلوقتي خمس سطور. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. دلوقتي هبدأ اغير اللون. ادخل للون الابياد. ممكن لو عازل تعملي كل بلون واحد هتبدأ مستمرة بعض السطور عادي. انا دلوقتي هغير اللون. عشان نغير اللون بنجي في اخر عمود ما نكملوش. شوف اندخل اللون ازاي? اخر عمود اهو. اهي. مفروض اخر عمود دلوقتي. هليفوا الخط واخرج ايه منهم? لأ. انا هسحب اللون الجديد. هسحب دلوقتي الجنون الابيض. مش ركده. وهخرج من اللفتين دول. ماشي? وبعدين هرتفع واحد اتنين سلسلة. واشد الخط ده كده. ونقصه. قصيت اللون الاصفر. باخد اللون الابيض مع اللون الاصفر كده واربطهم. عشان هستبته كويس. كده. بطون تاني. بس. بس بعد ما دخلنا الخط دلوقتي هنشتغل عادي برضو بنفس الطريقة. هعمل في نفس المكان عمود. همشي في اكل عمود عمود. حد ما وصل لفراغ والسلسلة. مش يتفق كل عمود عمود بالشكل ده. اهو. حد ما وصلت الفراغ السلسلة هعمل ايه? هعمل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود نفس الطريقة بالضبط. وهعمل بقى باللون الابيض زي اللون الاصفر كده خمس سطور. نفس عدد السطور اللي انا عملتها دي هعملها برضو باللون الابيض. كده انا عملت تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. عمود بلفه هو عادي. بس. وهامشي بقى فوق الاعمالة دي فوق كل عمود عمود برضو. كده. بصو. هامشي بقى كل عمود عمود لحد فراغ السلسلة هعمل فيها برضو آآ نفس الحكاية. وكده كده حد ما اعمل من اللون الابيض دخمة سطور برضو زي اللون الاصفر بالزبط. آآ بصوا لما قلت لكم احنا الارتفاع مش بنحسبه. علشان آه. بصوا متساوي ازاي. ومفيش فراغ هنا. لو انتي آآ حسبتي الارتفاع عمود. آآ هيبقى فيه فراغ هنا. هيبقى فيه بين الارتفاع وبين العمود اللي بعده هيبقى فيه فراغ. هيبقى فيه فراغات. لأ. احنا كده الارتفاع مش بنحسبه خالص وبنعمل في نفس المكان عمود. فبيبقى مفيش فراغات زي ما شايفين كده. تمام كده. كله نعمله دي الوقت تاني. هنشتغل آآ فوق كل عمود عمود وعند الزاوية هنعمل الزاوية تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود آآ خمس سطور زي الاصفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هنشتغل بالابيض برضو آآ خمس سطور. عملت بالشكلة ده خمس سطور زي الاصفر بالزبط. آآ بنفس التزايد عند الزاوية بنعمل آآ اتنين آآ تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. تلاتة اللون الابيض وادخل تاني اللون الاصفل انا لسه دلوقتي مستمرة في الصدر. آآ هدخل بقى اللون قبض زي ما دخلنا هندخل لون الاصفل زي الابيض بالزبط. بصوا اخر عمود مش هكمله. اهو كده. اهي اخر عمود ما ننساوش عشان الصفر تطلع معناه متساوي. هالفو الخطع الابرة. هدخل اخر عمود. المفروض اعمل كده. اهي. الف الخط واخرج. لا. هسحب اللون الاصفر. هسحب اللون الاصفر واعمل اتنين سلسلة. واشد الخط ده. وابدأ اقص اللون الابيض. ابعد ما قصيت هبدأ اربطهم في بعض. عشان نثبت الخيط اكتر. بالشكل ده. تثبت الخيط اكتر. احنا كنا ارتفعنا اتنين سلسلة نفس المكان اللي ارتفعت فيه هعمل عمود. انا اخذ الخط معي اللي احنا موصلنا ده. نفس المكان اللي ارتفعت منه بنعمل عمود بلف. همشي بقى فوق كل الاعمدة دي فوق كل عمود عمود. معي الخطة هو عشان بقى منظف انا بشتغل. بالشكل ده فوق كل عمود عمود. اخذ الخط معيكي. بس. همشي برضو السطر كله آآ عمود بلفة. لحد ما اوصل هنا عند الزاوية هعمل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود وامشي برضو في كل عمود عمود كل الزاوية هعمل زي ما قلنا كده لاخر السطر. احنا كده حددنا الصدر خلاص ووصلنا المقاس حردة الايبت اللي احنا عاوزينها اربعتاشر سنتي. اربعتاشر سنتي. فانا هبدأ دلوقتي احدد الاكمام وهوقف لحد جدا. خلاص حردة الايبت حسب ما يعني بنمشي بالسطر دي حسب ايه? حسب ما قاس حردة الايبت. دلوقتي هنحدد الاكمام. هرتفع اتنين سلسلة. هلف الشغل هعمل رفسي ما كان عمود. همشي فوق كل الاعمال دي فوق كل عمود عمود لحد ما وصل للزاوية دي. الاول الزاوية هتقابلني. همشي فوق كل عمود عمود لحد ما وصل للزاوية. مشيت بالشكل ده فوق كل عمود عمود اهو لحد ما وصلت للزاوية. هجي هنا بقى بفرغ السلسلة اهو. هعمل اتنين عمود بس اتنين مش تلاتة. اتنين عمود. عملت فراغ السلسلة اتنين عمود. هسيب بقى. بس من نفس الاتجاه كده. نفس الاتجاه. هسيب الاعمدة دي كلها وياجي كده في نفس الاتجاه. الفراغ اللي بعد كده او فراغ السلسلة اللي بعد كده. لازل زاوية اللي بعد كده. هعمل برضو فيها اتنين عمود. وفراغ السلسلة اتنين عمود. كده حددنا الكم الاول. بالشكل ده. يبقى عملنا فراغة سلسلة اتنين عمود وبعدين سيبنا الاعمدة دي كلها اشتغلناش فيها وبعدين روحنا للفراغ اللي بعد كده عملنا اتنين عمود. هنجي بقى هنا هنمشي فوق كل الاعمدة دي. ايه كل الاعمدة دي كلها فوق كل عمود عمود لحد ما وصل اه للفراغ اللي بعد كده او الزاوية اللي بعد كده. يعني همشي فوق ده كله اعمدة لحد ما وصل للزاوية اللي بعد كده. ماشي? همشي بقى فوق كل عمود عمود. اشتغلت كله اعمدة بعد محددنا القوم الاولاني. اشتغلت كله اعمدة لحد ما وصلت للزاوية اللي بعد كده هعمل فيها اتنين عمود برضو. زي ما عملنا في القوم الاول بالزاوية. هعمل اتنين عمود. وبعدين هسيب ده كله مش هشتغل فيه وجه للزاوية اللي بعد كده اهي. هعمل برضو اتنين عمود. هلفو الخطة على الابرة على طول. وهدخل الفراغ السلسلة اعمل اتنين عمود. وبقى كده حددنا القومة التاني. بش راكت. بس همشي بقى فوق كل عمود عمود لاخر السطر. فوق كل عمود عمود للاخر. خلاص كده حددنا الاكمام هندق بقى دلوقتي آآ نقفل الصدر عشان همش بنعمل جاكت احنا بنعمل فستان. فهنعملو كده هاكم الاولين هاكم التاني. كده. 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 كده كده بشكل ده. ده الارتفاع ما نشجعه بيه. هسيب اول عمود. تاني عمود هدخل في تالت عمود. تالت عمود. واعمل منزلق. في التالت. في تالت عمود. بالشكل ده. هشتبقى جاية كده على بعضها. خلاص كده. وبسبنا الارتفاع. سيبنا اول عمود. تاني عمود ده. خلنا في تالت عمود. وعملنا منزلق. هنرتفع واحد اتنين. ونبدأ نشتغل بقى. هنعمل عمود في نفس المكان ارتفعنا منه. وهامشي فوق كل عمود عمود. انا شغل اهو فوق كل عمود عمودة هول حد ما هوصل تحت الكم كده اهو. برضو فوق كل عمودة عمود. عمودة بلفة. اخذ من اللفتين من اللفتين. ايه ما عندكم هنا بدخل بقى اعمل عمود. ما ننسهاش دي. وبقى امشي فوق كل عمود عمود. بص ايه بيبقى تحت الكمة هو بالشكل ده. هنعمل ايه بقى? هنمشي فوق كل عمود عمود. كده احنا قفلنا. بص احنا كده حددنا. الاكمامة اهيه. وقفلنا الفستين. خلاص. هنشتغل بقى فوق كل عمود عمود. فوق كل عمود عمود. ده اول سطر هعمل تقريبا تلات تانية او اربعة هقولك عملت ايه بغرصة عمودة عادي. يعني ده اول سطر ممكن اعمل اربعة كمان. يبقى خمسة. بالسطر انا شغالة فيه ده. اعتبر واحد. هعمل بقى اربعة كمان وارجع له. كلها بغرصة عمودة باللفة عادي ولا اي حاجة. اشتغلت السطور زي ما قلنا. كم سطر بقى اشتغلته? كلها اعمدة عادي. اه ده ما كان ما شبكنا الاكمام. لا مش هنحسبه. هنحسب بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. انا سبتوك وانا شغالة في الاولاني ده. بعد كده عملت ايه? هو الاولاني ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس عملت خمس سطور بغرصة العمود. هنقيس دلوقتي. كل الحد دلوقتي بقى سبعتاشر سنطر. تمنتاشر. بقى تمنتاشر سنطر. كله بقى تمنتاشر سنطر. كده لو قسنا كده خمسة وتلاتين. كده ايه خمسة وتلاتين. دلوقتي هنغير الابرة. هنقول لابنستخدم ابرة مقاس اتنين في الجزء ده. دلوقتي هستيبها خلاص. وهستخدم ابرة مقاس تلاتة. علشان دلوقتي هنعمل الجزء اللي هو الجبونة زي الجيبة كده. آآ بقيت الفستان. فعلشان ما استخدم ابرة مقاس اكبر شوية. آآ هات يدينا ايه? يبقى منفوش. يبقى نازل على واسح كده. آآ فهمني. بس. هنبدأ بقى دلوقتي نشتغل ازاي? هتدلوقتي دي ابرة مقاس تلاتة. مناسبة برضو للخط اللي هي مستخدمينه اللي هو قليز زيبا. ابرة اتنين او ابرة اتنين ونصة او ابرة تلاتة. ده كله مناسب. هنرتفع اتنين سلسلة. نفس المكان بقى اللي هنرتفعت منه هعمل عمود. هعتبر هنا بقى الارتفاع ده عمود. هعتبره عمود. بعد كده هعمل عمود. يبقى كده عمود. وهعمل اتنين سلسلة وهاعمل اتنين عمود برضو في نفس المكان. سدفة يعني كده عملت سدفة. اتنين عمود. اتنين سلسلة. اتنين عمود. اليفه الخط عالقبرة. هسيب واحد. اتنين. هدخل في الغرزة التالتة وهكرر. هعمل اتنين عمود. اتنين سلسلة. اتنين سلسلة. اتنين عمود. الف الخطعة الابرة. هسيب واحد اتنين. هدخل في الغرزة التالتة. هسيب الغرزة التانية. هدخل في التالتة. واعمل برضو اتنين عمود. اتنين سلسلة. اتنين عمود. يبقى دلوقتي. بنسيب غرزة التانية. بدخل في التالتة. اعمل الصدفة. الصدفة دي مكونة من اتنين عمود. اتنين سلسلة. اتنين عمود. لاخر الصدر. اشتغلت الصدر كله بالشكل ده بغرزة الصدفة. هنقفل بقى الصدر ازاي? دي اول واحدة عملناها. الارتفاع اللي كنت من ارتفعها. هن Lindsayひن始ерж ارتفعنا اتنين سلسلة. هنجي في التانية ونقفل بمنزلقة. كده. انا دلوقتي هشتغل فين? اشتغل وشيحنا بنعمل اتنين عمود. اتنين سلسلة تن عمود. هشتغل في فراغ الاتنين عمود ده. هشتغل هنا. هنا لا. هنا لا. هشتغل فوق كل صدفة صدقة. فوق الصدف نفس. فانا دلوقتي هادخل بمنزلقة في الفراغ بتاع اتنين سلسلة هون. وارتفع هنا بقى تلاتة. وهعمل جنبها عمود. يبقى كده عمودين. واتنين سلسلة. وبرضو اتنين عمود في نفس المكان. فوق الصدفة صدفة. على في الخطة على الابرة. هدع الصدفة اللي بعدها. هنا كده هعمل اتنين عمود. اتنين سلسلة اتنين عمود. ايه. في الخطة على الابرة الصدفة اللي بعدها اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. ايه. فوق الصدفة صدفة. في بقيقى دلوقتي هنعمل ايه? هنكمل بقى كل الشغل. السطر كله فوق الصدفة. اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. وهكزا الاخر الصطر. اشتغلت سطرين بالشغل ده بغرزة الصدفة هنعمل بقى سطرين كمان نفس الحكاية بنشتغل في فراغ الاتنين سلسلة يعني هعمل الدور اللي هي ده واللي وراه يبقى الاربع صفوف بالصدف واحد اتنين وهعمل اتنين كمان اشتغل كده بنقفل بقى ازاي هيبقى بنفس الطريقة بقى دي كانت تلس سلاسل هدخل في تالس سلسلة وهقفل بمنزلق وبعدين همشي بمنزلقى ادخل في الفراغ الاتنين سلسلة وارتفع تلس سلاسل وعمل جباها عمود اتنين سلسلة اتنين عمود في الخير ادخل بقى على الصدفة اللي بعد كده هنا كده هدخل وعمل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود كده بقى همشي فوق كل الصدفة هنا اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود هنا كده هعمل آآ كده واحد اتنين والتالت ده والسطر كمان يبقى اربعة عملت خمس سطور واحد اتنين تلات اربعة خمسة من غرزة الصدفة وزا ما شايفين الفستان معانا بدأ يدي وسع كده ويدي كشكشة كمان طول ما احنا نازلين بالسطور بصو طيب وفيك كشكشة كبيرة وواسع وجميل يعني منفوش كده عملت خمس سطور زا ما شايفين هو زا ما قلنا واحد اتنين تلات اربعة خمسة هعمل ايه بقى دلوقتي انا بعد ما خلصت السطر الخامس اللي هي بغرزة الصدفة آآ قفلت في سلاسل الارتفاع بمونزلقة وبعدين ارتفعت تلات سلاسل خلاص كده هعمل ايه هاشتغل بغرزة العمود بلفة على الصدف ده ازيه هنا دي الاول دي اول عمود كده بعد كده فوق العمود ده عمودي واتنين في فراغ الاتنين سلسلة هعمل عمود واحد بس مش هعمل اتنين هعمل واحد بس فوق العمود ده والعمود ده هعمل هنا عمود وهنا عمود كده تدروني واحد اتنين تلاتة اربعة بقى انا خمس اعمده خمس اعمده هنجي بقى هنا برضو العمود ده واللي بعده عمود وفي الفراغ ده هنعمل عمود واحد وفوق العمود ده عمود وفوق العمود ده هعمود بدون فوق الصدفة خمس اعمده كده بالشكل تاني نقر فوق العمود ده عمود عمود بلفه هو عادي وهنا العمود التاني عمود وفي الفراغ عمود واحد وهنا عمود فوق العمود ده وعمود كده وهكزا بقى الصدر وكله يعني الصدفة خمس اتنين سلسلة هنعمل لنا بقى فوق العمود ده عمود وفوق العمود ده عمود والفراغ هنا عمود واحد وهنا عمود وهنا عمود بدون خمس اعمده فوق بس كل صدفة خلاص كده ايه هيبقى الصدر كله بالشكل ده خلاص الصدر بالشكل ده كله اعمده كله عمود بلفه بالشكل ده هنقفل في اول عمود مش في الارتفاع في اول عمود بمنزلقة هنكرر بقى صدر الاعمده ده احنا عملنا واحدة. هو هنعمل تلاتة كمان. يبقى السطور الاعمدة اربع سطور. هرتفع اتنين سلسلة. نفس المكان هعمل عمود. وهامشي بقى فوق كل عمود عمود. بالشكل ده. فوق كل عمود عمود. زي ما كنا شغالين هنا عادي خلص. كده ماشيين فوق كل عمود عمود. عمود بلف. هنشي بقى سطر كل فوق كل عمود عمود. وهقفل في اول عمود احنا عاملينه. وهقرر لما تبقى سطور الاعمدة معي اربع سطور. ده سطر الاولاني. ده التاني شغال فيه. وهعمل تلاتة واربع. يبقى سطور الاعمدة اربع سطور. اشتغلت اذا ما شايفين كده. واحد اتنين تلاتة اربعة. اربع سطور واحد اتنين. تلاتة اربعة اربعة سطور بغرزة العمود بلفة. هنرجع تاني دلوقتي نشتغل الصدفة برضو. وهو كده اللي هنشتغله آآ صدفة وبعدين اعمدة. صدف وبعدين اعمدة لحد ما لوصل للطول اللي احنا عوزينه. اولا دلوقتي هشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس صفوف برضو بغرزة الصدفة. هنعمل ايه? هنرتفع تلاتة سلاسل. ده يعتبر الاول عمود. ده في المكان هعمل عمود. اتنين سلسلة. اتنين عمود. الف الخطع الابرة. اسيب واحد اتنين ادخل في التالتة. اعمل برضو اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. زي ما كنا بنعمل الصدف اللي هنا بالزبط. اتنين عمود اتنين سلسلة. اتنين عمود. بس. كل بقى اللي هعملو دلوقتي ان انا آآ هعمل الصدف بالشكل ده. هسيب الغرزة الاولى. التانية ادخل في التالتة. اعمل الصدفة مكونة من اتنين عمود. اتنين سلسلة اتنين عمود. اسيب الغرزة الاولى. التانية ادخل في التالتة. واعمل برضو الصدفة. لحد ما اوصل للاخر. هقفل في تالت سلسلة منزلقة. وهمشي منزلقة لحد ما ادخل جوه السلاسل هنا. واعمل فوق الصدفة صدفة. فوق الصدفة. اللي هي اتنين عمود برضو بالشكل ده. وهقرر لحد ما يبقوا معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس صفوف برضو بنفس الشكل. كملت الفستان بنفس الطريقة اللي كنا ماشيين بيها. اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس صفوف بغرزة الصدفة. وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة العمود اربع سطور. وهكذا بقى برضو خمس سطور اربع سطور. خمس سطور الصدفة اربع سطور اعمدة اربع سطور اعمدة. واحد اتنين تلاتة اربعة. بنفس الطريقة اللي كنا ماشيين بها. عملت اه دي مرة هي دي مرة بالصدفة ودي مجموعة ودي مجموعة. اه كده فضل حاجات بسيطة على طول الفسان بنا هعملها في اللون باللون الابيض. يعني هشتغل برضو نفس سفوف الصدف ده بس باللون الابيض. فهدخل اللون الابيض هنا دلوقتي. اه شوفها هي مجموعة واحد اتنين تلات تلات مجموعات آآ بغرزة العمود. هنوصل لخيط دلوقتي. ده كان اخر سطر اشتغلناه بغرزة العمود. هسحب بقى الخيط الابيض اللي احنا هنشتغل به. اهو. وهرتفع واحد اتنين تلاتة. هنعمل صدف. هنقص بقى الخيط الاصفر ده. هربطهم في بعض. اهي. قصتهم هربطهم في بعض. هنعمل بقى في نفس المكان. الصدف احنا عملنا كده تلاتة عمود. هنعمل في نفس المكان. عمود. يبقى كده اتنين عمود. اتنين سلسلة. اتنين عمود. وهنمشي بقى بنفس الطريقة اللي احنا كنا شغالين بها عادي. آآ هي اخر حاجة للون الابيض بقى خلاص كده. وقربنا نوصل للطول المونيس. خليفوا الخطعة الابرة. واحد اتنين. هتخفر الغزة التالتة واعمل الصدفة. اتنين عمود. اتنين سلسلة. اتنين عمود. بالشكل ده. هننشي بقى بنفس الطريقة. هنسيب الغرزة التانية. هدخل في التالتة. واعمل صدفة اتنين عمود. اتنين سلسلة اتنين عمود. هسيب الاولى. سيب التانية. ادخل في الغرزة التالتة. اعمل صدفة. وهكذا. ما كده هنجي هنا بعد ما نخلص السطر هنقفل في تالت آآ سلسلة. بمنزلقة. ولحد ما وبعدين ندخل بمنزلقة في الفراغ اللي هو بتاع الاتنين سلسلة هنا. وهنعمل صدفة اتنين عمود برضو. اتنين سنساتنا عمود. ونشغل في كل قصة. وهكزا لحد ما نرسله طول المناسب. نشوف بقى هنكملهم قم سطر اربع سطور خمس سطور ست سطور. آآ ونرجع نشوفها كمان عمل اي تاني. كده الفلسطان خلص معانا. عملت قم سطر باللون الابيض. بصوا لما اضفنا اللون الابيض تحت كده بقى شكله جميل ازاي. آآ عملت تلات سطور واحد اتنين تلاتة تلات سطور. كده. بص اضافة بسيطة بس من ديها شكله حلو قوي ومكشفش جدا جدا زي ما شايفين كده. دلوقتي هنعمل مع بعض الكم. انا عملت ناحية اهو مش كم اعمل بنص كم يعني. بصوا عملت ناحية هي. بصوا جميلة ازاي. عملتها بغرزة الصدفة. وفي الاخر هنا عملتها بالعمود لما جت ادايق بقى وعملت بالشكل ده. هنعمل بقى الناحية التانية مع بعض. اقول لكم الفستان الجزء اللي هو من اول هنا الحد تحت كده خمسة وتلاتين سنتر. من اول هنا من اول ما اشتغلنا اللي هي منطقة الجيب دي. من اول هنا الحد آآ الاخر كده خمسة وتلاتين آآ سنتر. هنجيب القمة بالشكله ده اهو. وهندخل من هنا من تحت القيبت ونوصل الخيط. بالشكله ده سحبت الخيط هبدأ اربطه عشان اثبته. وكده من تحت القيبت نثبته من تحت القيبت. بالشكله ده. من تحتها. هنبدأ بقى نشتغل آآ صدف زي ما كنا بنشتغل هنا كده بالزبط. اخل هنا. هرتفع واحد اتنين تلاتة اعتبرها عمود. نفس المكان هعمل عمود كمان. وبعدين هنا بعمل سلسلة واحدة مش هعمل اتنين سلسلة. وبعدين هعمل اتنين عمود. يبقى الصدفة هنا اتنين عمود سلسلة اتنين عمود. اسيب تلات غرز هنسيب دي ودي وندخل هنا في التالتة اسيب غرزتين وادخل في التالتة. لقى كناها غرزة هندخل هنا. يبقى بسيب غرزتين وادخل في التالتة. واعمل برضو اتنين عمود سلسلة اتنين عمود. الف الخطعة الابرة. اسيب الاولى التانية. ادخل في التالتة. ده سيبنا الاولى التانية. بندخل في التالتة ونعمل برضو الصدفة اللي هي اتنين عمود. سلسلة اتنين عمود. اتنين عمود. وهكذا بقى في الخطعة الابرة واحد اتنين ادخل في الغرزة التالتة اعمل الصدفة اتنين عمود سلسلة اتنين عمود لحد ما وصل لاخر الصدر. اشتغلت الصدفة كله بالشكل ده بغرز الصدفة لحد ما اه وصلت لحد اول صدفة عملتها هاقفل في تالت سلسلة منزلقة. وادخل في فراغ السلسلة بمنزلقة. واشتغل فوق الصدفة صدفة. ارتفعتها السلاسل وجنبها عمود كمان وبعدين سلسلة وبعدين اتنين عمود. فوق الصدفة صدفة. الف الخطعة الابرة اجيب فراغ السلسلة اللي كنا بنعمله. هنا هدخل اعمل صدفة اتنين عمود سلسلة اتنين عمود. احنا دلوقتي شغالين في الكوم. كده. وفضل شغال بقى فوق الصدفة صدفة لحد ما وصل الاخر هنا. اه اجي برضو اقفل في تالت سلسلة وبعدين اشتغل في فراغ السلسلة ده صدفة. لحد ما يبقوا معي كم واحدة زي كم التاني كده. كم التاني. كم السطر بغرزة الصدفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سطور بغرزة الصدفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اشتغلت في الكم خمس سطور بغرزة الصدفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. دلوقتي هبدأ اعمل تناقص انا بعمله بنص كم. لو انتم عاوزين تعملوه بكم كامل هتبدأوا شغالين بغرزة الصدفة دي لحد ما توصلوا لحد هنا كده مثلا وتبدأوا بقى تعملوا تناقص في المنطقة بتاعته اللي هي اخر القمة هنا. يعني دلوقتي لو تعملوه بنص كم زي كده هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سطور وهنبدأ نعمل تناقص. لو هتعملوك كم كامل تبدأوا بقى شغالين بالصدفة مكملين. لحد ما توصلوا للمقاسة اللي انتم عاوزينه وبعد تعملوا بقى التناقص في الاخر. تمام كده? دلوقتي اناعمل التناقص بقى ازاي? نكمل الصدفة الاخيرة دي كانت اتنين عمود سلسلة اتنين عمود. وبعدين نيجي في تالس سلسلة من الصدفة الاولية دي ونقفل بمنزلقة. وبعدين هنرتفع واحد اتنين نفس المكان هعمل عمود. هشتغل بقى فوق الصدف ده اعمدة بس هعمل تناقص وانا شغالة. يعني ايه? يعني مفرد هنا يبقى عمود وهنا عمود هعملهم مع بعض وهنا عمود وعمود هعملهم مع بعض. ازاي? كده? هدخل هنا اهو كده اكدنا هعمل عمود عادي اهو. وهخرج. كده يبقى معي لفتين مش هخرج منهم. هاجي بقى المفروض في النص هنا كده هعمل عمود. وهخرج برضو من اتنين معي تلت لفات هخرج منهم كلهم. او تلت حلقية. برضو هندخل هنا نعمل عمود مش مكتمل مش هنكمله. ادخل في اللي بعدها لبقى الاخر عمود ده. هعمل عمود اخرج من اللفتين معا تلات اخرج منهم مرة واحدة. هنيجي هنا في عمودين اهو. في عمودين هدمهم مع بعض اعمل تناقص فيهم اخلهم عمود واحد ازاي? هدخل هنا كده. مش هكمل العمود. وادخل في العمود اللي بعده. اخرج من اللفتين معا تلات لفات اخرج منه. هنا في النص المفضل غرزة اهو. عمود مش هكمله. هنيجي بقى هنا برضو. عمود مش هكمله. يعني بناخد كل عمودين مع بعض. بناخد كل عمودين مع بعض. هاخد ده. كده مش هكمل. واجه في اللي بعده. وهكزا. كل بقى الغرز اعمل فقط نقص بالشكل ده. بالشكل ده. باخد عمود. اه كده اعمل عمود عادي اهو. بعد حلقتين مش هخرج منهم. لا. هكمل العمود اللي بعده. بعد تلات لفات هخرج منه. وهكزا. كل غرز كده تناقص لحد الاخر برضو. عملت التناقص في السطر كله زي ما شايفين كده. بس زي ما ملاحظين لسه واسع شوية. فهعمل تناقص داني. هنعمل تناقص داني بنفس الطريقة برضو. انا هعمل آآ سطر التناقص في كل الغرز. انا كنت قفلة بمنزلقة في اول عمود احنا عملناه وهرتفع واحد اتنين. نفس المكان هاشتغل عمود. ومش هكمله. هاجي الغرزة اللي بعدها. هعمل عمود. وبعدين اخرج منهم كله. بالشكل ده. هعمل كده هدخل هنا. اعمل عمود مش هكمله. بصوا في اللي بعدها. اعمل عمود. برضو مش هكمله. احنا كنا عمين تناقص يعني تناقص في السطر اللي قبله. يعني مسلا لو عشرين غرزة خلناهم عشرة. لو تلاتين خلناهم خمستاشر مسلا يعني. لو اربعين خلناهم عشرين. يعني احنا هنا حصلنا على نص الغرز اللي هنا. خلاص كده. هنا بقى بنعمل بقى تناقص برضو في كل الغرز. كده. ايه. دي بتعتبر غرزة هدخل فيها. هعمل عمود مش هكمله. هدخل في اللي بعدها. هعمل عمود كده. معي تلات لفات هخرج منهم كلهم. او تلات حلقات. دخل هنا. معي حلقتين. معي كده هدخل في اللي بعده. اخرج من حلقتين. معي تلاتة اخرج منهم كلهم. كده برضو. هعمل تناقص برضو في الغرز كلها. اه عملت سطرين فيهم تناقص. السطر اللي انا عملناه مع بعض الاولين ده والسطر اللي لسه عاملينه. هما سطرين بس. يبقى خمسة بغرزة الصادفة وسطرين تناقص بس. آآ هكتفي بالتناقص ده. وهبدأ دلوقتي اغير اللون وادخل اللون الابيض. ده كده خلاص اهي. افلت طبعا في اول عمود بمنزلقة. باخد اللون اللي انا عايزة اغيره وحط له اوصله يعني بالشكل ده. وارتفع تلات سلاسل. واشد الخط كده واقص. نربط بقى الانين في بعض كده لونين مع بعض. نربط الانين كده بالشكل ده. هشتغل بقى حوالين الغرز اللي احنا آآ عملنا فيها وتناقص دي كلها وغرزة العمود بلفها في كل غرز عايزي. مكان ما انا لتفعت هعمل عمود. هاخد مع الخط كه عشان ببقى ننضف احنا شغالين. وهعمل هنا عمود. وكده عمود. كل الغرز عمود بلفة عادي. بالشكل ده. خلص يستطروا كل بغرزة العمود بصوا بدأ يعمل السبب اللي معنا ودينا كشكشها من هنا كده زي ما شايفين شايفين اهي. هنرتفع اتنين سلسلة. نفس المكان. هعمل عمود. وهعمل برضو فوق كل عمود عمود. السطر اللي انا شغلت ده وسطر الجاي كمان. يعني غرزة العمود دي هتبقى تلات سطور. عملنا سطر آآ عملنا سطر ده سطر شغالة فيه التاني وسطر الجاي التالي. بس. هكمل فوق كل عمود عمود لحد ما وصل الاخر. هقفل برضو في اول عمود عملناه بمنزلك. هارتفع اتنين سلسلة ونفس المكان اعمل عمود. واعمل برضو سطر اعمدة تاني. يبقى في الاخر معي تلات سطور بغرزة العمود. اشتغلت تلات سطور بغرزة العمود بلفة واحد اتنين تلاتة. هي بصوا كشكشة والقم اللم معنا كده. هعمل بقى دلوقتي سطر واحد بس بغرزة الحشو. هرتفع سلسلة واحدة نفس المكان هعمل غرزة حشو. وبحلقتين بخرج منهم. بدخل معي حلقتين بخرج منهم. غرزة الحشو. هلف بقى حوالين غرز دي كلها بغرزة الحشو. هو سطر واحد بس. خلصت سطر الحشو بالشكل ده. هعمل آآ افادت طبعا في اول غرزة حشو عملناها. وهعمل سلسلة تأمين وهقص الخيط. وده شكل الكمو ببقى جميل جدا زي ما شايفين. بصوا بيبقى الشكل كده. حلو جدا جدا. آآ شكله جميل قوي. وهي بيبقى مكاشكش كده هيبقى منفوش من هنا كده وملموم من منطقة اللي هي زي زي الاسواء كده. هنعمل اي دلوقتي بقى هنضيق منطقة الرقبة دي شوية. اهي. بس دل بقية معنا وبعد كده هنعمل بقى فيه شوية تزيين كده برضو. ولو ان هو مش محتاج يعني زي ما شايفين كده جميل جدا جدا. ومنفوش قوي 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 زي ما شايفين كده. يبقى دلوقتي هنشتغل في منطقة الرقبة. انا هوصل الخيط من وارا. ده الظهر زي ما شايفين. انا هبدأ من هنا. سحبت الخيط في المنطقة دي بابدأ اربطه. بشي. كده. هشتغل فوق كل عمود عمود. هناخد الخيط ده معنا عشان بابردأ برضو احنا شغالين. هرتفع اتنين سلسلة نفس المكان عمود. همشي فوق كل عمود عمود لحد ما وصل لمكان الزاوية هنا. المكان منطقة الزاوية اشتغلت فوق كل عمود عمود لحد ما وصلت عند الزاوية بالغرزة لقبل الزاوية برضو. الغرزة لقبل الزاوية ومنطقة الزاوية هعمل فيها تنقص. هدخل هنا ر carr دي القابل الزاوية هعمل عمود ما نكملوش حالي عارف ما بقى التنقص ازاي دي بوقتي. وادخل لمنطقة اللي فيها الزاوية نفسها دي. واعمل العمود كده معاها تلات حلائق بخرج منه. يبقى الزاوية والغرزة اللي قبلها بعمل فروم تنقص مع بعض عشان اضيق منطقة رقبة شوية. بعد كده بفضل بقى اشتغل برضو فوق كل عمود عمود لحد ما وصل للزاوية اللي بعد كده برضو. وهعمل فيها نفس الحكاية. شغلت فوق كل عمود عمود زي ما شايفين كده لحد ما وصلت للزاوية هي والغرزة اللي قبلها بصو مش شغلة فيها برضو. فانا هدخل برضو للغرزة اللي قبل اللي هي قبل الزاوية. وهعمل فقط نقص عمود هوم شاكمله وادخل في الزاوية هنا. مع تلات حرقات اخرج منها. وهشتغل برضو في كل عمود عمود لحد الزاوية اللي بعدها هعمل فقط نقص هي والغرزة اللي قبلها. وهكذا كله في الاربع الزاوية. كده خلاص السطر كله. كنت بعمل فوق كل عمود عموده وبعمل تناقص عند الزاوية. الاتنين القدام دول والاتنين من وراء. آآ دلوقتي انا شايفها برضو ان هي واسعة. بالنسبة للآآ. احنا قد المقاس ده ممكن تعمليه تلات سنين اربع سنين خمس سنين. آآ خمس سنين ونص. ده اقوله المقاس هنعمل ده ينفع للسن ده. فانا ها شايفة عايزة دايقها كمان شوية. فهعمل برضو نفس السطر تان. يعني هعمل فوق كل عمود عموده وتناقص عند الزاوية. هارتفع اتنين سلسلة ونفس المكان هعمل عمود. همشي فوق كل عمود عمود. فوق كل عمود عمود. حد ما وصل لمكان التناقص اللي احنا عاملينه والغرزة اللي قبله برضو. جينا بقى عن الغرزة اللي كنت عاملها فقط تناقص هي والغرزة اللي قبلها. هعمل بقى هنا تناقص. الغرزة اللي قبلها هي هدخل فيها. كده. والغرزة اللي فيها تناقص. كده. عملت تناقص. ومشي برضو فوق كل عمود عمود. لحد ما وصل لمكان التناقص اللي انا عامله. واعملوا آآ بيه التناقص تاني بالغرزة اللي قبله. يعني هوفق كل عمود عمود. حد ما وصل مكان التناقص اهو. دي الغرزة اللي قبل. هدخل في الغرزة دي مع التناقص كده الاتنمع دي غرزة دي غرزة واعمل فيهم تناقص. وهكذا برح. اقدم خلاص السطر وبعدين اشوف الوسع بتاع الرقب كده مناسب. خلاص مش هعمل تناقص تاني. لو آآ لقيت واسع برضو ممكن اعمل صدري جميل. زي ما شايفين كده الكرسان جميل جدا جدا ومنفوش قوي قوي مش عارفة افرده لكو بس قدام القامرة كله. آآ حتت شوية حاجات بسيطة كده عشان آآ بتديره منظر وكده. وعملت الحبل ده. احنا كنا بنعمل ايه في اخر حاجة دلوقتي قبل ما نشرح جزء جزء فيه. آآ كنا بنعمل الرقبة مع بعض. انا عملت ايه? عملت آآ آآ اول سطر اللي احنا عملنا مع بعض اللي هو كان فيه تناقص. وعملت التاني اللي عملنا مع بعض برضو ما زودتش تاني. شفت ان كده كفاية. يعني هما سطرين بس اللي احنا كنت شغالة فيهم معاكم. كده كده مناسب بصو ديقة برضو كده وحلوة. وبعدين عملت بقى في الاخر بعد ما عملت السطرين. هي كان فوق كل عمود عمود وكنا بنعمل تناقص عند الزاوية بس من هنا والزاوية اللي وراء. الزاويتين اللي وراء. وعملت بعد كده بعد ما خلاص السطرين عملت آآ سطر حشو. بس الحشو ده ما فيش تناقص ولا حاجة. هو لفيت حوالي الغرز بغرزة الحشو زي ما عملنا في القمة قبل كده. زي ما عملنا هنا كده على الحرف ان احنا كنا باللف بغرزة الحشو. بس. بعد كده آآ عملت الحبل ده. اهو. ممكن تحط شريط سطرين زي ما انت عايزة. بس انا آآ قلت الحبل اللي افضل شوية عامل شوية. لما تجي تربطي كده وتفك تربطي وتفكي. آآ السطرين ممكن بيبوز مش بيستحمل. فآآ عملتو بالكوريشي. آآ ما عملتوش بقى بخيوط القطن الديفا دية. عشان كده تبقى رفيع قوي فعملتو بخيوط آآ الصوف. آآ طريقة الحبل دي هحطها لك في صندوق الوصف. احنا عملناها قبل كده بالتفصيل. آآ هحطك في صندوق الوصف. ليه بقى عشان لو الوسط واسع ولا حاجة تضيئي وسعي زي ما تحبه. وكمان مدي شكل حلو زي ما شايفين كده. بالشكل ده. كمان بقى عطيت الورد ده. بصوه مدي برضو شكل حلو قوي. احسن ما كانت بقى السيدة كده. آآ الورد ده برضو طريقة الورد ده هحطها لك برضو في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول. هتلاقي كلمة المزيد تحت الفيديو المزيد. هتدوس عليها هتلاقي آآ لنك بتاع الحبل ولنك بتاع آآ الورد او طريقة عملهم يعني هتلاقيها هتدوس عليها وهتلاقيها. آآ عملنا ايه تاني آآ من ورا بقى. من ورا ركبت الزراير دي. اه. ثلاث ضرائر آآ عملتها آآ خيطها بالابرة والخط العاديين خالص خالص آآ وما تيجي ترقيب الزراير طبعا ما كان العلاوه في اي مكان بصي وبقى فيه مكان العلاوه عادي آآ ما تيجي ترقيب الزراير تتبقى فيه مسافات متساوية بين ده و ده يعني انا سبت خمس آآ سطور يعني ده هو بعدين واحد اتنين تلاتة اربعة وركبت في الخامس واحد اتنين تلاتة كده يعني يبقى في مسافات متساوية بين الزراير وبعضها. بس اه كده بالشكل ده. هو من ورا ما فيش الا الزراير اه بالشكل ده. ومن قدام الورد والحزام مدين شكل حلو قوي قوي. الورد ده انا ثبتته خيطته. مخيطته ومش لازقه. بص الخيطة مش باينة ازاي. بس ده متخيط مش بصوا ما كان الخيطة مش باينة خالص. متخيط مش ملزوم. تيجي بقى تنظف الخيط بعد ما خلصت. انا سايبها واحدة واشنة اوريها لكم. اه اتنظفيها ازاي طبعا دي هتتنظف في اللون الابيض. مش روح مدخلها هنا هتتنظفيها هنا هتبقى باني. اه بتتنظف في اللون الابيض. لام بنلضم الخيط في قبلة التنظيف. ونبدأ ان ايه? كده بكل سهولة اهو. ونبدأ ان احنا ندخلها بين الغرز. لكن انا بفضل دايما استخدام ابر رفيعه. دي ابر مقاسي اتنين. يعني انا باستخدامها دي. ابر مقاسي اتنين. اللي احنا شغلنا بها في الجزء الاول هو بتاع السطر. وبجيب على الظهر. الفستان على الظهر اهو. وببدأ ان انظف الشغل بالشكل ده. بالشكل ده. ده عشان المبتدئين طبعا اه بيقول مش بيعرفوا ينظفوا الشغل بعد ما بيخلصوا. فانا دايما اه بوريكوا اه ازاي تنطف الشغل اه بصي كده. بفضل بقى ادخلي وتخرجي ادخلي وتخرجي. واخر حتة بقى بتفضل معك قصيها بقى. بس بعد ما تسبتيها في الغرز كويس. وتشدي كده عشان الخطي وبقى داخل جوة الغرز. كده وافضل بقى ايه? آآ ادخلها بين الغرز. احد ما توقش بين خلص خلص. ويكون اي زيادة بقى مسلا عشان هي كده طويلة هي هنقصها. بالشكل ده. او تلضمها في ابرة التنظيف اللي هنالسه مريهالك دي. واتدخليها برضو بين الغرز. بالشكل ده. اه قعدنا بقى ندخل ونخرج لحد ما بقتش بين اي بقى خيوط معاك يعملي بقى بنفس الطريقة دي. بالشكل ده. اه. كمية الخطة اللي استهلكناها في الفوسان احنا كلنا بنستخدم خيوط قليزة ديفا. آآ له خيوط قطني يعني الفوسان ينفع صيف وينفع شيتا. آآ ومناسب جدا للاطفال للخيوط اللي احنا استخدمناها. وعلشان الفوسان ما نفوش جدا زي ما شايفين احنا قلنا يلبس ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين. وعشان آآ ما نفوش جامد كده وزي ما شايفين كده مع عينا آآ اخد من اللون الاصفر خمس بقرات ومن اللون الابيض آآ شلة ونص كده. او يعني شلة ونص يبقى كده آآ قلنا خمس بقرات وشلة ونص يبقى ستة مية وخمسين جرام اخد كمية خط كبيرة لان الخط كان رفيع. آآ فاستهلك خط كتير. يبقى ستة مية وخمسين آآ جرام بالنسبة للمقاس ده اللي هو لابس لحد آآ خمس سنين. مناسب جدا آآ نفس المقاس اللي احنا عملناه. بس في حاجة تخلي بالك منها ان انتي آآ الخيوط اللي انت هتستخدميها لما تجي تمشي معايا بنفس الطريقة آآ تكون الخيوط مناسبة يعني كل نفس السمك ونفس السمك الابرة آآ علشان يطلع المقاس مصبوط. لو استخدمتي خيوط تانية فاكتب لي في التعليقات الخيوط نوع الخيوط اللي انت هتستخدميها وانا هقول لك آآ تبدأ بعدد قد ايه بالنسبة للسن اللي انت عايزة يكتبي للسن. وآآ نوع الخيوط انت هستخدميه. تمام كده? علشان قدر اقول لك العدد لان زي ما قلت لك هيفرق العدد حسب آآ سمك الخيط اللي احنا بنستخدمه. احنا نستخدمين خيط رفايعة قوي قوي انتو عارفين طبعا اي زن. بس دي كل المعلومات عن الفستان يارب يكون آآ طريقته عجبتكو كانت واضحة وسهلة وبسيطة. اكتبو في التعليقات واقولولي رأيكم. وطرق التواصل هتلاقوها في صندوق الوصفة برضو. صفحة الفيسبوك هتلاقوها اللينك بتاعها موجود تحت الفيديو على طول ان شاء الله. آآ بس وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.